على رغم من الجدل الذي أثارته استضافة مؤتمر دافوس لوزير الخارجية السابق جبران باسيل في إحدى الندوات والرفض الواسع من قبل شريحة من اللبنانيين لأن يكون باسيل ممثلا للبنان في المؤتمر الدولي حضر رئيس التيار الوطني الحرف دافوس وكله ثقة بأنه لن يسمح للصحافية الأمريكية هادلي جامبل التي حاورته بأن تصوب عليه كما وعدت اللبنانيين قبل أن تبدأ معه الحوار من الوضع الراهن في لبنان فجأت تحفية سي أن بي سي باسيل باستفتاء برفع الأيدي كان كفيلا أن يحرجه هو نفسه الذي لم يقم برفع يده تأييدا وبسؤال ربما ما كان ليخترافه استهلت غامبل حوارها مع باسيل أستطع التخلص بأسفة بشكل مختلف في طويل ووالغفن فكرة وإنستقام كيف حصلت هنا؟ كيف حصلت هنا؟ حصلت هنا بالحضر؟ من الكثير من فرصة على أول مفسه؟ أعلم أنه رؤوس و لياس يشيؤلون معينه على السبب ولكن هذا راضي جداً بشرية على أدارة انا واحدة لا تقومون بشره أول من أجل لماذا تقومون بشرهتني تنمي أم لا أصدرهم اذرا في المنزل على حظة التنمي سوى هذا لماذا؟ غنبل المتابعة بشكل واضح لوسائل التواصل الاجتماعي لم تفوت الفرصة لتسخر من وصف نائبة باسيل في التيار الوطني الحرمي خريش لها بالصهيونية عبر تغريدة واتصال بقناة الجديد ومررت سخريتها بسلاسة في إطار إجابة للوزير السابق عن أحد أسئلتها المقابلة التي جرى تدول مقاطع منها بشكل مكثف على وسائل التواصل ومدتها نحو خمسين دقيقة حمل فيها باسيل الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثين سنة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الأمور في لبنان وراء أن ما حصل أخيرا صحي جدا من أجل التغيير الحقيقي وأن على الشعب أن يقرر ماذا يريد وأن يحكم بشكل جيد ترجمة نانسي قنقر